بس تركيا دكتور جمال برأيك أنت يعني ليش هتهافت على إعادة علاقاتها مع سوريا بشكله النظامي يعني مصلحة تركيا مصلحة المنطقة من وجهة نظر تركيا وعلى رأس المصالح الاقتصادية أنت عندك ألف كيلو متر وما يزيد حدود مسكرة عم تأثر على الاقتصاد التركي بالتالي عم تأثر على السياسة التركية وعلى مواقف الشعب التركي من حكومته ومن حزبه الحاكم هذا بيتفعل أنه تعيد النظر بكثير من القرارات يلي أخدتها ودفعت تمنها وهذا مو نصر للنظام السوري بقدر ما هو يعني ارتكاسة حلت بتركيا اقتصادية سياسية اجتماعية بيئية إذا بدك فعندك مشاكل كتير وأسباب كتير تدفع بتركيا لتعيد النظر يعني تركيا اليوم رح أعطيك مثال كيف صار معها أخي حرب وعم تطلع طيارة تحارب بأي حرب ما يطلع سرب طيران بيرجع سرب الطيران من صاب بالأجنحة بيجوا بيرمموا الأجنحة بيروحوا على الشركة الصانعة بأول أجنحة بيطلع السرب مرة تاني بيرجع من صاب بتاني مرة اللي بيفكر بعائل بيقولوا الطيارة اللي ما رجعت يعني شو مشكلتها هيصلحنا الأجنحة خلاص اللي بيفكر بعائل بيعرف أن الطيارة اللي ما رجعت انصابت بالديل أو انصابت بالكبين وهذا ما تقوى لأنه ما شافوا الإصابة تركيا عم تعيد النظر تركيا عم تعيد النظر من هذا المنطلق ونحن كلهاتنا لازم نعيد النظر من هالمنطلق مو دائما الشغلات اللي شايفينا أنه هون انصابت يعني هون المرض اللي ما رجع لنا هون المرض طبعا استاذ سلمان هل تتفق مع طرح الدكتور استاذ جمال يعني بأن من الضروري يعني إعادة العلاقة مع تركيا يعني وفي نفس الوقت دمشق علقت عبر الخارجية بتعليق عائم ما حقيقة موقف النظام السياسي السوري من هذا التقارب برأيك بالتأكيد التفق مع كثير مما أورده الأخجمات لكن بالنسبة للشق الثاني من السؤال أنا قلت منذ البداية بأن الطرفين غير جادين في الوصول إلى علاقة طبيعية ضمن المعطيات والشروط الحالية بأن الطرفين غير قادرين على تقديم ما يرضي كل طرف ما يرضي الطرف الآخر الآن تضع تركيا شروط بأنها مكافحة الإرهاب وهي تقصد قصد تحديدا والإدارة الزاتية في شمال شركة سوريا هل تستطيع الحكومة السورية الاستضامة مع قصد الآن؟ والقوات الأمريكية متواجدة؟ بالتأكيد لا يعني من المبكر جدا على طرح مثل هذه الحكومة السورية تطالب أردوغان أو تطالب تركيا بصحة قواتها من إدلب ومن مناطق الشمال السوري بالتأكيد تركيا ليست في وارد صحة قواتها ليس الآن ولا حتى ليس فيما بعد تركيا دخلت لا لا لتخرج تركيا أقامت بنية تحتي أقامت تنظيمات أقامت جامعات أقامت مراكز أقامت مستحيل أن تنسحب تركيا بهذه السورية لكن أنا قناعتي أن أردوغان يريد تطبيع العلاقة ما أبقاء الوضع الحالي على ما هو يعني يبقى تكريس الأمر الواقع وتطبيع العلاقة حتى يمسك أوراق كما تفضل أستاذ جمال يعني يستفيد منها في صراعه مع المعارضة التركية في الداخل التركية ربما يستفيد منها أيضا ضمن مصالحه الأقليمية شبكة مصالحه الأقليمية وشبكة مصالحه الدولية لن ننسى أن على الأرض السورية تواجد قوات أمريكية وقوات روسية ومستشارين إيرانيين وربما تنظيمات مختلفة تدعم إيران وبالتالي يعني تطبيع العلاقة ما أبقاء الواقع الحالي ورقة رابحة جداً بيد أردوغان وهذا ما تنبهت له الحكومة السورية برأيه وكان بيان الوزارة الخارجية أمس بأنه لا يمكن المضي في تطبيع العلاقة إلا إذا عادت الأمور إلى ما قبل 2011 بمعنى أن تنسحب القوات التركية من الأراضي التي تحتلها القوات التركية الآن تحتل من الأراضي السورية ما يوازي ضعفي مساحة لبنان وهذه فيها مدن فيها بلدات فيها ملايين السوريين وفي تالي هذه معضلة معضلة قساد معضلة قوات الأمريكية كثير من القضايا الشائكة التي تقف في وجه تطبيع العلاقة أنا قناعة إنه سيكون هناك تطبيع محدود تطبيع من بوابة الموضوع الاقتصادي هل ترى أنه في توجيهات معينة إلى الجانب التركي يعني من أجل إعادة هذه العلاقات روسيا تضغط يعني ليس سراً أن روسيا ضغطت كثيراً ومعروف العلاقة يعني من الجانب الأمريكي باعتباره اللاعب الأبرز من الجانب الأمريكي لا أعتقد أنه هناك حالياً الجانب الأمريكي يعني مشغول بحرب أوكرانيا مجغول به وهذا من سوق يعني حظنا نحن السوريين أن القضية السورية تراجعت كثيراً يعني الاهتمام الدولي تراجع بالقضية السورية لوجود قضايا يعتبرها العالم أهم بكثير من القضية السورية حرب أوكرانيا يعتبر حرب عالمية وفي قلب أوروبا حرب غزي أيضاً يعني أخذت كثير من الوهج القضية السورية أو من الاهتمام بالقضية السورية يعني نحن الآن القضية السورية أصبحت في الدرجات الخلفية من الاهتمام الدولي والعالمي لكن أنا كما يعني سمح لي بس أكمل الفكرة أنا أعتقد أنه سيكون هناك تطبيع ببط بطيء محدود من البوابة الاقتصادية فقط معابر هذا إذا استمر يعني أنا أعتقد أنه بين وزارة الخارجية السورية ربما يعرق الوضع هذه الخطوات لكن هناك كلام عن أنه تم الاتفاق على فتح طريق حلب اللازقية الانفور وفتح طريق حلب الحدود الأردنية نصيب نتمنى أن تفتح هذه الطرق الدولية ربما تنعيش يعني قليلا الاقتصاد المتهالك المنهك يعني الاقتصاد السوري سواء ضمن مناطق أدلب أو ضمن مناطق سيطرة النظام في المدن المعروفة أما تطبيع سياسي وتطبيع يعني بشكل كامل وعودة العلاقة كما كانت هذا مبكر جدا أعتقد عليه ربما يأخوز عقود وليس سنوات فقط حتى تحل القضية السورية هناك مع الأسف أمر واقعي يتكرس أمر تقسيم تقسيم أمر واقعي يتكرس الآن على الأراضي السورية هناك عدد دول الآن عدد سلطات أمر واقع ويتكرس التقسيم يعني أصبح مع الأسف كل يوم يمر لا تحل فيه القضية السورية يصبح لها أصعب وتتعقد الأمور أكثر ويتراجع الاهتمام الدولي بسوريا وبشعب السورية وبمحنة السورية والشعب السوري ترجمة نانسي قنقر